فرعون كان يرى أنه نسل الآلهة هو من نسل الآلهة والإله الأبرع ثم منه فرعون الذي كان يقال له من فتاح وهو إله أيضاً فهو إله ابن إله وكذلك كانوا يدعون أن الإله حل في فرعون كأهل الحلول الذين يقول يحلوا الله فيهم والعياذ بالله فقالوا الإله حل في فرعون فآلهته هم آباؤه الآلهة فيقول يذرك وآلهتك الذين هم آباؤك الآلهة من آبائك وأنت أيضاً إله ابن إله وهذا أمر عجيب إله ابن إله وكما قال ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى عن آلهته هذه الذين ماتوا أين أبوه؟ الإله أبوه أين جده؟ الإله أين هم؟ لو كانوا موجودين لما حكم فرعون فيقول ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى وَيَا عَجَبًا لِقَبْرٍ ضَمَّ رَبًّا وَيَا عَجَبُ مِنْهُ بَطْنٌ قَدْ حَوَاهُ أَقَامَ هُنَاكَ تِسْعَ مِنْ شُهُورٍ لَدَى الظُّلُومَاتِ من حيض غذاه ويأكل ثم يشرب ثم يأتي بلازم ذاك هل هذا إله؟ هل هذا إله؟ لو كان أبو فرعون إلهاً لما مات لو كان فرعون إلهاً لما صار يحتاج إلى هؤلاء تعالوا كيف ننتصر على موسى؟ كيف نظهر على موسى؟ ويأتي بالسحر ويطلبهم هل هذا إله؟ هم يعلمون ذلك علم اليقين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلماً وعلوة هو كان يعرف الحق لكنه كان يعاند ويكابر كما قال الله تبارك وتعالى عن فرعون لما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بني إسرائيل وأنا من المسلمين الآن؟ الآن قلت هذا الكلام؟ هو يدري هذا الكلام ليس الآن علم هذا لكن الآن قال هذا لما رأى الموت بعيني موسيقى